اشتركوا في القناة ويتشاركون طعامهم ويساعدون بعضهم إذا وجد القرد عظمة أسرع بها إلى صديقه الكلب وإذا مر الكلب بحقل للسوداني أو بشجرة موز جنى منها ما يقدمه هدية للقرد وإذا تعب الحمار جمع له صديقاه ما يأكله من حشائش الغابة في يوم من الأيام جلس الأصدقاء بظل شجرة يتناولون طعامه فجأة ظهر أسد من وراء الشجرة يتربص بالأصدقاء الثلاثة يريد أن يفترس أحدهم صاح القرد الأسد الأسد ثم قفز إلى أعلى الشجرة وجرى الكلب مبتعدا عن المكان حينئذ تذكر الصديقان أن الحمار بطيء الحركة وأن حياته في خطر اقترب الأسد من الحمار ولعابه يسيل وشرع يدور حوله بينما أخذ الحمار وضع الاستعداد للدفاع عن نفسه تخيل القرد الأسد ينهش لحم صديقه فنزع فرعا من الشجرة وألقى به في اتجاه الأسد لكن الأسد لم يلتفت إليه وظل يدور حول الحمار ويقترب أكثر منه نظر الحمار إلى القرد والتقت نظراتهما شعر القرد أن هذه نظرة وداع من صديقه الحمار فقال لا أستطيع أن أرى صديقي يقتل ويأكل أمامي دون أن أفعل شيء سأنزل لأساعده وليكن ما يكون قفز القرد إلى الأرض وأخذ يستفز الأسد وجاء الكلب ينبح انشغل الأسد بمطاردة القرد والكلب فهرب الحمار حينئذ سعد القرد مسرعا فوق الشجرة مرة أخرى وانطلق الكلب يجري بسرعة بين الأشجار لم يستطع الأسد الإمساك بأي منهم فانصرف غاضبا وزئيره يسم الآذان بينما التقى الأصدقاء الثلاثة خلف الوادي وتعانق في موقف اختلطت فيه الضحكات بالدموع قال الحمار لصديقيه شكرا لكما لقد تعرضتما للخطر من أجلي فقال القرد والكلب في وقت واحد لا يعرف الصديق إلا في وقت الشدة والضيق شكرا لك Вот شكرا لك شكرا لكم